في السيالة وماشيين لي سوق الجمعة ياخدوا حاجتهم سواء كانت خضرة سواء كانت القضية اللي يحبوا سوق الجمعة السوق الجمعة عرفتها اللي خاص بي الحاجات العتاق الحاجات القديمة الحاجات الرخيصة كلهم الناس ما شاء الله تبارك الرحمن من قامس ما شاء الله تبارك الرحمن واني بجد يعني اتفاجأت بشيك حاجة تانية اني انا ما نعرفش هل هو نفس السوق او سوق تاني واني ماشي اسبوع اللي فاتك اللي قصر بمغشير او اسبوع اللي قبلها اسبوع اللي فات على ما اعتقد ماشي اللي قصر بمغشير والقيت ان اسبوع اللي قبلها ايوه مالقيت في الطريق واني ماشي سوق علمين يعني علمين هيك ما شاء الله اه الناس اه كيف اه ماشي اه خلاص صلاة الجمعة لكن في سوق اه ما شاء الله ما عرفتش هل هو اه سوق اه تابعة بالسوق اهوالي هنية اللي موجودة هنية في بحثة سوق الثلاثة الجديم او لا دكن هنية هنية راه وانت ماشي لي طريق المطار اه في البوسكو ما شاء الله تبارك الرحمن هل ممتد للبوسكو من الدرجة هادي يعني ما عرفتش ياريت لو في حد يفيدني بالشي هذا نتمنى فاني فرحت لما لقيت السوق هذا يعني فجميل جدا ان شاء الله وان شاء الله ربي يحفظكم لينا يا رب العالمين فهذا لغز حلقتنا اليديو خلال سنوات الخمسينات كان اقتناء جهاز الراديو في بنغازي مقصور على عدد محدود جدا من العائلات في المدينة بسبب الظروف الاقتصادية اللي مرت بها البلاد نتيجة الفقر والعز واثار الحرب والاحتلال وكان جهاز الراديو يحتفي بحضورة وليهم كان خاصة بين قطع اثاث المنزل واو الحوش كزينة او ظهار المكانة الاجتماعية اللي عنده هدك الراديو راح وعني ده الميزة العيلة ويضع في مكان مرتفع بعيدة عليه اا ايادي صغار واتخذت المقاهي المشهورة يومها الرواد ايام زمان جهاز الراديو كوسيلة جذب لازدبين من رواد السوق واصحاب المحلات اللي هم الدكاكين باعتبارها اول وسيلة ترفيه توصل للعالم وكان في بعض الرجال اللي يمنعوا في من دخول جهاز الراديو لحياشهم علاش باش خشيت من سماع البيت يعني من النساء للاغاني في حضور يعني في حضورهم اا كانوا اا ممنوع انك انت تفتحي اغنية زمان في في والراجل قاعد في الحوش اا ممنوع اا كان ما تقدريش تشري جهاز الراديو ايه الراديو اا ممنوع يخش الحوش ولا تقدري انك انت حتى لو كان في الراديو والراجل قاعد في الحوش وين تفتحي اغنية ولا تفتحي ام كالتوم ولا تفتحي فيروز ولا تفتحي لا يحي وكانوا يمشوا للقهاوي باش ياخدوا هذوك الشاهي والقهوة ويسمعوا البرامج والاغاني ومتعبة الاخبار ويجوا يحكوا يجوا يقعم زمان ساوينهم يحكوا لهم بس راهوا فيه اسنديك هكي اسنديك هذا راهوا فيه كده وفيه كده ونسمعونها في النشرة ونسمعونها في اغاني ونسمعونها في كده وكانوا الزبائن كلهم يخشوا لهذيك القهوة ساعات طويلة باش يسمعوا الاخبار باعتبار الراديو سبيلهم الوحيد اللي معرفت شين يدور في العالم حولهم وبسرعة منتشر الجهاز اا بين الناس وكانت الخشية من ان الافراد انه يتوفر في حياشهم لكن توفر بالسيف انساوين يفرضوا على الرجالة انه جيب لي راديو جيب لي راديو اللي يجيب لها راديو مني راجل هذيك الوقت في الخمسينة تعنيدة وراه وين هذيك الراديو مش الكبير يجيب لها يجيب لها راديو صغير يكت حطها في 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 الصالة او احنا زي ما نقوله في اا هو مكان هحياش العربية كانت حطه وين او شين قولوا اه في هحياش العربية الصالة هي هذي نفسها ف فتحطه وا جيراني اليوم اللي يجيب فيه قصة من بالله تقول جيب هذيك الخروف اللي بيدبحها ومشعب. شيني والجيران يسمع هذيك الراديو تعلي صوتها لما يطلع هو تعلي الصوت باش يسمعوا باش عاروا مرت فلان جيبوا لها راديو عرفت تبدع لمرا Learning تانية فلانه جيبوا لها راديو ايه. هذا الراديو راح مازال التلفزيون لبيض والسود مازال فشني كان بأشكاله وانواعه في البيوت بعدين جاي جهاز التلفزيون لبيض والسود وكان شكل كبير بكل وخشبي والإطار ليه أربع رجلين يقف عليهم وكان يشبه الصندوق يكي حاجة صندوق وليه باب يتسكر عرفت سحاب واحدكي واحدكي باهي وكان عادت الأسرة اللي بيه وضع الزينة والمزهرية عليها وين من اللي تحط نزهرية فوق التلفزيون تلفزيون يقولوا ما يقولوا ش علي بلوسكوة المسدس عن احساس الورجة مندية هديك الورد عرفتها ملاحق علي محمد باي وكان من عندها تافيزيون ازمان ابيض واسود يحي 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 باش تكون المكانة والنوعية والتباهي بامتلاك تلفزيون يا حصرة